اهلا ومرحبا بكم عزيزان المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي لعل من الاحداث المهمة التي حصلت خلال فترة القريبة الماضية هي تقديم وزير المالية علي حيدر عبدالأمير علاوي استقالته هذا الرجل عندما قدم استقالة ربما قالت بعض انه اطول استقالة في التاريخ بكتابتها 20 صفحة ما عرفه شقيت كتب هذا الاستقالة فهي اطول استقالة ويشرح بها كتاب شكل لك وتيب يعني الحقيقة عموما قبل كل شيء اللي نقول انه هذا الرجل علي حيدر عبدالأمير علاوي ليس غريبا عن العملية السياسية وليس غريبا عن هذا الحكم منذ عام 2003 لحد الآن هو من اوائل الذين انخرطوا في مشروع الاحتلال الامريكي هذه من النقاط المعروفة للجميع من البداية هو جاء مع الاحتلال وكان تحت سلطة بريمار وعينه بريمار في اكثر من مكان من مجلس الحكم وغير مجلس الحكم وحكومات وغيرها مستشارية عمل كثيرا في هذه المواضيع يعني لا احد يعتقد انه هو جاء جديدا ومصطفى الكاظم يختاره كوزير المالية يعني هذا شيء جديد لا هذا جزء من هذه اللعبة التي حصلت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هذه الطبخة المسمومة التي دمرت العراق منذ عام 2003 لحد الآن عشرين سنة هناك طبخة مسمومة يعني يجبر العراقيين على تناولها لتفتت بلدهم وتفجر بلدهم جزء من عدها هذا الرجل لا احد يتحده واحد يقول لي هذا التكنقراط ويفتهم هذه كذبة كبيرة وخلي خليهم جيبة هذا الكلام غير غير صحيح لانه لو التكنقراطه مستقل ويفهم بالاقتصاد ويفهم بالامور الحقيقية ووطني ومخلص العراق ما كان قبل ان يكون مسؤولا في اي مفصل من المفاصل العراق منذ عام 2003 لحد الآن لا يقبل لان الدخول في هذه العملية السياسية والدخول مع هذه القوى وهو يعرفها طائفيتها وتوزيعاتها وفساتهم وخرابهم هو جزء من عدهم اللي يقبل بهذه المظلة والعمل تحت هذه المظلة هو جزء من عدها لا احد يتحدث بغير هذه اللغة لانه بغير هذه اللغة يكون مضحكا ويكون يعني نكتب بأفواه العراقين غير مقبولة لذلك عندما يقدم استقابة الآن يعني بعد اكثر من سنتين من حكم من 2019 لحد الآن استلم الحكم مصطفى الكاظم لحد الآن وعينه وزير المالية لحد الآن هذه قضية غريبة ومضحكة نفس الوقت لكن هي تثير أسئلة كثيرة طبعا قبل ما نثير الأسئلة الكثيرة قال لنا نطلع ماذا قال هو يعني بغض النظر عن هذه العشرين صفحة لكن عموما عندما تنظر ستجد نقاط معينة مهمة هو تحدث عنها تحدث عن فساد في البنوك وتحدث المجال المالي البنك المركزي ما عرف منه وتمويلات لي تركنا هاي كلها جزء من الفساد هو يعرف به هو جزء من عنده يعني هو ليس بعيدا عن مبومة الفساد وليس أداة ضد الفساد بل أداة من أدواتها هذا ليس اتهام هذا واقع الحال لأنه من يقبل أن يعمل تحت هذه المظلة مرة أخرى هو جزء منها البيئة مشجعة على هذا الموضوع وإذا كان هو تقنقراط ويفتهم وعقل وكيف لا يعرف هذا يعني هل هو تفاجأ؟ لذلك هذه النقاط اللي يتحدث عنها لا تعتبر يعني هو كأنه هو تفاجأ بها ولذلك قرر أن يستقيه عموما يقول أن جهود الأصلاح معطلة في العراق الوضع غير معقول هاي واحدة من النقاط يعني هو هسا الآن يا الله افتهم أن جهود الأصلاح في العراق معطلة والوضع غير معقول ما هو غير معقول من عام 2003 لحد دلال ما عصلك في العراق منذ 20 سنة ومعقول تمزيق الشعب العراقي بهذه الطريقة وتغول الميليشيات وتغول إيران بي والفساد والخراب والدمار وكل من هبه تبيحكم العراق بالفاسدين وعد يمي الكفاءة وهذا معقول كان؟ هذا الذي حصل معقول في العراق هذا؟ ناس تؤيد الاحتلال وتعتبره جيش تحرير هو هذا معقول؟ ما هو المعقول؟ يعني عندما تضع المعقول ألا معقول ستجد أن كل الذي حصل في العراق لا معقول ولا يمكن قبوله ولا يمكن هضمه أبدا منذ عام 2003 لحد دلال لذلك العراق لم يهضم هذا الذي حصله ولذلك وصلنا إلى حالة من حالات تفجر الوضع في أي نحظة اثنين قال كل شيء تقريبا يتأمر لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ الممارسات الفاسدة التي تدمر الأسس الأخلاقي والمادية للبلد ومرة أخرى نقول هل هو جديد؟ يعني هل هو وقت شئ في منصار وزير للمالية؟ أم هذا من أول يوم هو يجو إلى الاحتلال وتعاونه بريمر والقوات الأمريكية وعينه مستشار هنا ومسؤوله هنا ووكل وزير فلان هنا ودار الوزارة الفلانية بالوكالة نا ودار الوزارة الفلانية بالوكالة نا وكان بيده مسؤولية فلان ملف وفلان ملف ما هو كل هذا يعرفها أي احتلال أي واحد عاقل أي واحد وطني أي واحد مخلص لبلده يعرف أنه أي احتلال يأتي لتدمير بلده يعني هيا أمريكا أنت تريد تقول لنا من المعقول أنه أمريكا جاءت من أجل عيون العراقين وجل تخليصه من دكتاتورية واسلحة دمار جامل وإذ كي حقق العدالة في العالم؟ أمريكا في داخل أمريكا من حقق العدالة؟ متى حققت أمريكا في سياساتها العدالة؟ هي وما شعبه ما نحقق العدالة وهنا نحن اللي نبعد عشرات الآلاف من الكيلومترات وتعبر الأطلسي وتجينا بكل عتادها وعتيدها ومدفوعلها لكي تغير نظام وتقلب البلد وتحتله وتدمره وتخربه وتقتل مليون نص عراقي هي وميليشياتها ومصائبها وتغول إيران بينها هذا معقول هذا طبيعي أقول بالنقطة الثالثة تم الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة فعليا من قبل الأحزاب السياسية وجماعات المصالح القاصة ومر أخرى وعاشرة ومليون ليش وهذا جديد؟ ما هو هذا من أول يوم؟ هذه القوى التي دخلت العملية السياسية تحاصطت فيها بفرية العملية السياسية مكونة من محاصصات مبنية على المحاصصات والمحاصصات يعني توزيع الحصص توزيع المكتسبات فيما بينه وأنت تعرفها والكل يعرفها والأمريكان يعرفوا البريطانيين وكل من من احتلوا العراق وكل من جاءوا بالعراق وكل الميليشيات تعرفها وليس صارت ميليشيات وليس صارت قوى وليس صارت عصابات وليس فساد وليس تغولوا لأنهم موال كثيرة والقاسة وموال بيناتهم وصراع بيناتهم على هذا الموفوع وانت تعرف هذا ومن اول يوم انت شنو انت جديد هسه نازل مثل ما يقول العراقيين هسه نازل من القطار يعني لا تعرف ماذا يحصل في العراق هذه الكذبة شنو هذا على من تضحك يا رجل يقول الحكومة الحالية لم تنتج لم تنجح في في ضبط الفساد ولم تستطع السيطرة عليه ما هو معلوم نعم ما هي جت من بيئة فساد وخراب وحزاب ونفس القوى السياسية ونفس العملية السياسية وهي ارادت ان تحافظ على العملية السياسية بالتالي لا تستطيع والفاسدين والقوى الفاسدة هي التي جاءت بها وجاءوا بك انت دعنا من قالوا لك كذا اهددوك بك تركنا هذا الحاجي هذا الكلام يعني غير صحيح وغير منطقي ولا يقبل وبالاخير يتحدث انه يجب ان تكون هناك انتخابات جديدة لا ان ينصح العراقيين يشارك فيها يعني طيف واسع من الشعب العراقي لكي تكون للحكومة الجاية شرعية شعبية وليس كسابقاته طيب انت حتى الحكومة اللي شاركت بها اذا انت تعترف انها ليست لها شرعية شعبية كيف تشارك في حكومة ليست لها ما انت ديمقراطي وتعمل بالديمقراطية والحرية وحرية الإنسان وحقوق الإنسان هتا تتحدث هذا وكل نقاطك تتحدث عن هذا وتريد تغيير واصلاحهما طيب شون تقبل ان تشارك في حكومة انت تعرف من البداية انها لم تحظى بموافقة الشعب والشعب ضدها وكيف تقبل ان تشارك في عملية سياسية تعرف ان الشعب العراقي يقف ضدها وهتف ضدها والف شاب على الاقل في ثورة تشاريين سقطوا في شوارع العراق وفي ساحاته دفاعا عن فكرة اسقاط هذه العملية السياسية وثلاثين الف جريح ومعتقلين وهاجموهم وأساء وإلهم ها كلت انت تعرفها وكنت موجود بها وحاضر بها فالآن تنصح العراقيين شاركوا لانه مو شرعية انت الآن خرجت من ايتي يعني هذه كارثة كبيرة مثل الامريكان مرة أخرى مثل الامريكان ومثل كل المسؤولين الأوروبيين عندما يكون في الحكوم يتحدث بلغة يعني يمدح كل شيء عندما يخرج سابقا وحتى في العراق في العراق طبعا مطبقة بشكل يعني يخذوها النغر قلدوا فيها الغرب عندما يكون في السلطة هو يدافع عن السلطة والعملية السياسية بطريقة عندما يخرج من السلطة تراه لسان يعني تستغرب يشتم هذه العملية السياسية ويطلع عيوبها ويشتم الأحزاب التي تحكم العراق ويطلع عيوبها وطائفية وخراب وفساد وكأنه لم يكن جزء منها وهذا ما يثبته علي حيدر عبد الأمير علاوي إذن هذه الاستقالة هذا الوضيع إلها أسبابها إلها علاقة لماذا نشرت بهذه الطريقة ولماذا وافق مصطفى الكاظمي على نشر هناك أسباب سياسية تتعلق فيه يعني وعود وصلت إلى الكاظمي بأنه ممكن أن يتولى حقيبة رئاسة الوزراء لاحقين وأنه أكو يعني عدم قبول بعلي حيدر عبد الأمير علاوي وفي ذلك يجب أنه هو يعرف ويزيح نفسه ويطلع وخلص الفترة اللي خدمها كافي وأخذ ما يكفي ويرجع إلى بلده بجنسيته البريطانية ما عرفوا الأمريكية هذا واقع الحال الحقيقي أما الاستقالة وعشرين صفحة كتبنا إياها هذه يعني يضحك بها على نفسه ولا يضحك بها على العلاقين وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم